تحتضنه السماء وتضمه أرض سوريا هو واحد من شهداء الجيش العربي السوري الذين ارتقوا في السادس من تشرين الأول عام 2017 أثناء تأديته مهام تحرير مدينة القريتين برف حمص الشرقي واحياء لذكرى أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر التقت الإخبارية السورية بالسيدة منال يونس زوجة الشهيد العقيد شرف البطل مازن مالك محمد مع أطفاله الثلاثة في منزلهم بمدينة حمص مازن أنا أكيد بدأ تكون شهدتي مجروحة فيه لأني مرته بس هو إنسان تشهم أخلاقه عالية كريم الزوج مثالي أب مثالي كمان مع ناصره كان مثل الأب الحنون وعناصره هي اللي حكيت هالشي أنه يعاملون كأخ يعاملون كأولاده ما يتعل عليه هون وبشغله كان رجال بيحب بشغله بيحب وطنه بيحب رفقاته بيحب يشتغل من قلبه وبعتوا مهمة على القريتين وهني كان رفيقه محجوز من العصابات الإرهابية وخلاص اعتمدوا أنه بدو يحرروا لرفيقه وضل بالقريتين أسبوع نحن ما فينا نتواصل معه ما فينا نتطمن عنه حتى ما نقدر نشوفه خلاص بدو يجيب رفيقه ومرته وأولاده بدو يحررون ووقت صار يتقدم 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 صار اقتحام من جماعة داعش وبسيارة مفخخة استشهد الله يرحمه الشهيد العقيد مازن محمد من مواليد قرية عين الكبيرة بريف ترطوس عمل بعد تخرجه من كلية الشرطة كضابط في فرع الأمن الجنائي بحمى من ثم مديرا لناحية لحواش بريف حمص الغربي قبل أن ينتقل إلى حمص ويشغل مهام قائد وحدة المهام الخاصة في شرطة حمص أنا اسمي مالك محمد بن شهيد العقيد مازن محمد أنا عمري 13 سنة صف تامن وأنا بدي أعوض البابا أني ينتبهها دراستي وأحمي ماما وأنتبه عليها وساعدها والله يرحم البابا ويرحم جميع الشهداء يحمي الجيش العربي السوري ويحمي تراب سوريا الغالي اسمي خضر محمد بن شهيد العقيد مازن مالك ومحمد عمري 12 سنة ردبت البابا بقلبي وبعدته أنه بس اكبر صير ضابط ومن أنا وصغيرة حلمي وصير ضابط مثله بس اكبر بعدك يا بابا أني أدي كل مامي اللي أنت كنت تأديها وتمشي فيها أنا اسمي عبد الله مازن مالك محمد عمري 7 سنين وصرت صف تاني وني اهتم بدراستي يبهى على ماما عرف عن الشهيد إقدامه وتفاديه في العمل والتزامه بالمهام الموكلة إليه وكلفا بعدة مهمات ضمن حمص وأنجازها بإخلاص وأمانة إلى أن ارتقى شهيدا على أرض مدينة القريتين إثر انفجاري سيارة مفخخة لتنظيم داعش عام 2017 لتعلن المدينة بعد أيام قليل من استشهاده آمنة بفضل دمائه الطاهرة وتضحيات الشهداء الأبرار نحن نفتخر فيه لأنه كمان شهادته إجت بيوم مميز ذكرى حرب تشرين تحريرية كان ذكرى انتصار لسوريا وحرر القريتين بدموا دم الشهداء اللي معه ونعجنة بدموا الطاهر هو وزملائه والله يرحمه ويرحم جميع الشهداء الفرق صعب بس حتى وقت تركنا تركنا بيوم مميز في يوم يعيد الشهداء شهداء سوريا عليكم سلام فأنتم الصلاة في خشوع هام الطهر حينما يعجنوا بتراب الوطن ننحني إجلالاً وإكباراً أمام عطاءاتكم وتضحياتكم